منصات التواصل الاجتماعي هل فعلا هم بيسرقوا بياناتنا ويسرقوا الصور بتاعتنا ويسرقوا أشكالنا ويسرقوا كل حاجة هل هم عارفين احنا كاتبين في الرسائل لبعض ايه هل هم عارفين ان انا لو كاتب حساب البنك لو انا بيني وبين واحد فلوس لو انا بيني وبين واحد مشكلة لو حد بيحب في حد في التليفون ولا في الرسائل هل هو سامع ده كله وعارف ده كله اه طب هاي يعني برضو السؤال براهين بي ايه يعني هستخدمه في ايه يعني او ماله يعني فهم زي واحد امريكاني قاعد بيسمع ولا بيحل البيانات ولا الاجهزة مش البشر بقى الاجهزة الالكترونية بتاعتين بيها ايه يعني تعالوا نعرف اكتر ونسأل اكتر اسمحوا لنا نرحب ضفنا اللي بشرفنا دكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول لرقم من مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الاعلى للثقافة اهلا بحضرتك اهلا بيك نورنا ما فعلا بسرقونا ولا احنا مسرقين اصلا واحنا عاملين احنا بشخدين بالنا هو مع ظهور فكرة المنصات الرقمية باشكالها المختلفة سواء هي للتواصل الاجتماعي او للتجارة الالكترونية او لأي هدف من الهداف كان جزء اساسي من هدف المنصات ان هي تجتزب اكبر قدر من المستخدمين وبالتالي لما بتجتزب عدد كبير من المستخدمين اللي بيحصل انه الاعلانات بتزيد وبالتالي الاراضات بتاعة المنصة بتزيد وبقيمتها الاستثمارية كمان بتزيد وكمان قيمتها في البورصات لو هي نزلة في بورصة من بورصات بتزيد وبالتالي بتصعب بقى بتتحول من مجرد شركة ستارتوب او شركة نشأة الى شركة عملاقة مع تطور الوقت الهدف ده كمان بقى فيه منافسة كبيرة وبالتالي الهدف ده بقى كمان اصعب كتير طيب طبعا انا ازاي حسن من خدماتي واكتذب عملاء زيادة لازم افهمهم لازم افهم العملاء دول طب هما بيشتروا ايه طب هما ايه اللي بيحبوا ايه المحتوى المناسب لهم اكتر طب ايه الحاجات الخدمات اللي ممكن يكونوا هيستخدموها بكثافة كثيرة جدا على هذه المنصات وبالتالي اقدر ان انا اطور لهم هذه الخدمات طيب انا لما اجي اتكلمهم مثلا لو هي منصة تانية غير منصات تواصل الاجتماعي مثلا منصة كتب ايه هي المقترحات الكتب اللي هم ممكن يكونوا بيحبوها ايه هي المنتجات اللي هم ممكن يكونوا حابين يشتروها وفي اينه وقت من اوقات السنة وبالتالي المنصات دي بدأت تجمع بيانات عن المستخدمين بتوعها وبدأت ان هي تعمل عمليات التحليل عمليات التحليل دي كانت بتتم في وقت سابق يعني على مستوى منقول عليه الوفلاين يعني مناخد البيانات وبنحللها ونبتدى نطلع منها بتقارير وتروح بقى لمجلس الادارة وفرق العمل خاصة بادارة المنتج وتطور المنصات مع تطور الزكاة الاصطناعي الموضوع ده بقى بيحصل في وقت قياسي بقى بيحصل كمان في متزامن يعني ممكن يحصل في ساعاته وبالتالي بقى عندنا في اهمية اكبر لجمع البيانات يعني جمع البيانات قبل كده كان بياخد وقت كبير وبياخد في عمليات التحليل مجهود عظيم وتكلفة كبيرة وبالتالي ما كانش كان فكرة جمع البيانات يعني هنجمعها بس الفايدة بتاعتها او الوصول للفايدة المرجوة كان بصعب مع الزكاة الاصطناعية الموضوع ده بقى أسهل بقى عندنا محركات زكاة الاصطناعية قادرة على ان هي تشوف انماط الاستخدام لدى المستهلكين واقت راح للمديرين للمنصة ايه اللي يعملوه سواء ايه المحتوى المطلوب سواء ايه التريند اللي يوقفوه ايه التريند اللي يمشوه واخد بقى هادتك وبالتالي هنا بدأت تظهر بقى الدعوات يا جماعة طب انتم بدأتوا تسيطروا علينا انتم بدأتوا تتدخلوا فقرانا بدأتوا تدخلوا طب وانتم بتسرعوا البيانات طب هو انتو واخد بقى هادتك انما الهدف الرئيسي ما كانش وكانش كده في الأول يعني كان الهدف هو عملية تحسين مستمرة لهذه المنصات حتى تكتذب عدد أكبر من المستخدمين مع الوقت ومع دخول الزكاة الصناعية السيطرة بقت محكمة أكتر وبقى تدخلهم في كل شيء إيه المحتوى اللي بيتم إيه طبيعة التفاعل بين الناس وبين بعضها شكلها عامل إزاي أن محركات الزكاة الصناعية هنا إدت قدرات تكنولوجية كبيرة جدا لهذه المنصات في عملية التحليل وبسرعة بحيث أنهما وبساعات كمان أن أنت يعني تبقى بتتكلم في حاجة وبعدين تبص في السوشيال ميديا تلاقي الحاجة دي موجودة طب هل هو كان بفتح التليفون وبيطلع لك هو حفظنا يا دكتور أنا برضو عايز أقول للناس للشركات بتعمل إيه لأنهما الناس مش واخدة بلا لما بيجي لي إعلان معين الشركات دي بتبقى دفع فلوس للفيسبوك في مصر هنا لسا كنت بحكم عن الدكتور أن الشركات دي بتلمي مليارات الفيسبوك بيلمي مليارات من المصريين كل سنة مثلا واحد هيبيع عربيات مثلا بيدفع 300 و 400 و 500 ألف جنيه الفيسبوك عشان يوصل الرغبة بتاعت العربيات دي للناس اللي حابة تشتريها عربية هو عارف منين هو بيعرف ده دي المشكلة بعده هم برضو هنا ليه عملوا الكلام ده أو ليه هم مركزين على الموضوع ده لأنه هم لقوا بالإحصائيات أن 25 أو 26% من مستخدمين فيسبوك بيدوروا على منتجات يشتروها عن طريق فيسبوك فهما لازم هما دي فرصة بالنسبة لهم المنصة لكنه فيه ناس بتدور على منتجات ثم أنا أجيب معلنين يعلنوا عن هذه المنتجات ويدفعوا لي فلوس فأنا أكسب أكتر وبالتالي هذا رح أرباح وإرادات كثيرة جدا فهو كل هي دايرة مغلقة قائمة على سلوك المستهلك وعمليات تحليل البيانات وإن إحنا نديله ما يرضي أو ما يزيد من رضاه وبالتالي يفضل موجود على المنصة الأكبر وقت ممكن حدرتك تعرف أن 14% من وقت اليقظة اللي سكان العالم بيقضوا على السوشال ميديا يعني ده رقم كبير جدا يعني بجانب الشغل بجانب النوب يعني هم نتكلم عن 14% من وقت الإنسان بيقضيه على السوشال ميديا دي بيبقى في الشغل وبيبقى في الموبايل برد بالضبط وبعدين احنا نتكلم على تقريبا 5 مليار إنسان على وجه القرى دي بيقضيهم سوشال ميديا في مصر 45 مليون فأعداد كبيرة جدا وبالتالي دي بتمثل قدرات اقتصادية كبيرة جدا عشان بقى المية وشوية دول هتلاقيهم يعني كبار سن قوي ومسلا يا معندهمش السمارت فون أو أطفال صغنانين لسه احنا السمارت فون من أعلى نسب الاختراق أو نسب الوجود في العالم احنا في مصر سمارت فون احنا نتكلم على سعبة 80% احنا عندنا رقم كبير جدا 60% بيستخدموا الانترنت احنا نتكلم عن 45 مليون لهم الأكتف لهم نشاطين على السوشال ميديا انما ممكن في ناس تانية عارفة يعني ايه سوشال ميديا بتدخل عليها لكن زبون جامد للصفحات دي جدا جدا استاذ الحراك معنا تليفون استاذ يوسف من طنطة أهلا بيك ايو المهندس يوسف في شركة بيرن بلوغي تكنولوجي مش لازم اسم الشركة يعني صباح الفل ازاكا باش مهندس فضل سؤالك تحت عمرك انت دوازي انا مأمن نفسك ويت اه بس ازاي هو الشركة تاخد بض البيانات انا عامل باسورد وعمل مصادقة وعمل كل حاجة ازاي الشركة بتاخد بياناتنا طيب ده سؤال مهم جدا انه انا كنت لسه هسأله سداني باش مهندس بشكرك هي ازاي المواقع دية باش مهندس يا دكتور بتاخد بياناتنا احنا حضرتك احنا نتفاعل على المواقع دي ولا لا احنا بندخل وبنتكلم وبنحط صورنا وبنحط تعليقات على البصلات المختلفة وبالتالي هو كده بقى عنده زي بروفايل عنده بروفايل لحضرتك حضرتك بتحب ايه بتكره ايه بتشجع مين نادي ايه بتشجع مين الممثل المفضل لك ايه المنتجات اللي انت بتدور عليها تلاقيه بعد ساعة ناس يجي ومداخل عام البوست يا جماعة ما تعرفوش مطعم كويس في مش عارف منطقة كذا تعرفوش منتج الفلاني ده بيباع فين قدر وصل له عايز اوصل لشركة كذا طب ما كل ده بروفايل في بيانات عن حضرتك بدون ما هم يخترقوا البصل ايه ناس بتفتكر ان فيه ناس قاعدة بياخدوا البيانات يحللها بيش حد لا هو زكاء اصطناعي هو اللي بيحل البيانات دي طب فيه سؤال مهم اكتر يا دكتور هما بيسمعونا فعلا من خلال البتاع اللي انا مسكوا في ايدي ده هما بيسمعونا من خلاله ولا الحكاية ايه بص اقول لحضرتك دي كلام مش مؤكد يعني ده يعني بيباع فيه فيه جزء من الموضوع احنا بنبقى ايه وده بيباع مفيد لهم اكتر فكرة ان هو ايه احنا اسكية جدا واحنا عندنا نقدر ان احنا نفتح المايكروفون ونسجل ليكو وهكذا دي نوع من انواع اللي ايه ان احنا بنعايزين نوصل لحضرتك ولكل المستخدمين احنا مسيطرين جدا على كل شيء ده جزء من الامج اللي هم بيعملوها بس مش شرط يكون حقيقي على فكرة لان هم مش محتاجينه يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجة فيه مثلا شركات الاتصالات على سبيل المثال شركات الاتصالات بتقدر ان هي تيجي تشوف مثلا حراك فيه احنا بنصرف كتير جدا في رمضان على الالانات صح وحملات اعلانية كبيرة جدا طيب انت شركة الاتصالات دي علشان تروح تتعاقد مع النجم الفلاني بتعمل ايه بتدخل على السوشال ميديا بسوفت وير معين تقدر ان هي تشوف تفاعلات الناس مع الاعلانات المختلفة وعلى النجوم المختلفة وهم تفاعلاتهم ايجابية ولا سلبية وايه اللي خلاه وهم عايزين ايه من الشركة الاتصالات وبناء عليه صمموا الحملة الاعلانية ولا بدون تدخل فيسبوك هنا وبالتالي هنا احنا بنتكلم الزكاة الاصطناعي بقى بيدي ادوات كبيرة جدا ليه تحليل بس انا متأكد يا دكتور ان هما بيسمعوا بقى وان الموضوع مش ليه بقى لان النهاردة مش صدفة ان حراك مثلا بتتكلم عن موديل عربية معين وعمل تقول العربية دي حلوة العربية دي انا بحبها العربية دي انا نفسه اشتريها الموديل ده حلو وتفتح فيسبوك تلاقي العربية اللي انت بتدور عليه موجودة يعني هل دي صدفة انا ما كتبتش انا ما كتبتش هتلاقي حضرتك دورت قبل كده هتلاقي حضرتك اللي كانت موجودة في وقت سابق في وقت خلي بالحضرتك احنا عندنا يعني ايه زي سندروم كده ان هو ممكن يبقى ايه انا بس هم بدور على عربية دلوقتي تمام بس انا وما تكلمتش عنها بس من سنتين في نفس المعاد كنت بدور على الفيسبوك في نفس الوقت في حاجة تاني ازاي ان انا بقابل حد مثلا بقابله لأول مرة في شارع ما او في مطعمة قابلنا صدفة واهلا بيك واهلا بيك وعمل ايه واخبارك وبتاع هدخل للاقي تلاقي طليل لا دي ما سهلة دي سهلة جدا دي ازاي لان حضرتك بتبقى رابط الكونتكت اللي هو قاعدة بيانات بتاعت الاتصال بتاعتك بتاعت الموبايل انا ما خدتش تليفونه ليه ما خدتش تليفونه لا وجود بص في كذا حاجة اولا قاعدة البيانات بتاعتك اللي موجودة مربوطة بالفيسبوك مربوطة بالمكان حضرتك بتبقى فاتح اللوكيشن بتاعك اللوكيشن المكان على الموبايل وهم شايفين مين حواليه من الفيسبوك يوزرز اللي موجودين حواليك بيربط الدنيا بيقدر يربط مع بعضها ففكرة الكونتكس فكرة اللوكيشن فكرة الاكتف يوزر فكرة الاصدقاء المشتركين كل ده بيقدي انه يخترح لك يقدر يخترح لك الحاجات دي ده اللي بيسموه التتبع يعني هو هو بنقدر نقول عليه هو زي ما حكنا بنقوله هو الزكاة الاصطناعي بيقدر انه هو يحل كل المعلومات المتوفرة عن المشترك وكل تحركاته وكل سلوكياته وبالتالي يقدر يديله مقترحات يقدر يشتغل معاه في عمليات التسويق انما فكرة انه هو يكون بيسرق بيانات بفعل كلمة السرقة ما اعتقدش انما فكرة انه هو يحل للبيانات بالشكل اللي أنا بنتكلم عليه ده ده موجود وده موجود على كل المنصات على فكرة يعني هو الموضوع ايه بقى او النقطة في نقطة فاصلة بين فكرة السرقة وفكرة ان انا بقدم خدمة جيدة عن طريق استخدام الزكاة الاصطناعية الخط الفاصل ده هو ايه هو اخلاقيات استخدام هذا الزكاة الاصطناعية اخلاقيات المنصات ودي حاجة لازم تبقى في قواعد تنظيمية اخلاقيات من مين بقى من اللي هم اصحاب المنصات يعني او اخلاقيات من مين طبعا اي برنامج سوفتوير اي برمجيات بشكل عام مين اللي بيعملها المين اللي بيطورها مبرمجين واصحاب الشركات طيب انا هل هسمح لكل مبرمج ان هو يعمل ما بداله في ان هو يجمع البيانات بالشكل يعني انا انا بقولها طبعا بشكل لطيف وان احنا زيادتها مع الوقت ممكن توصلنا لمراحل يعني ممكن تبقى يعقب على قانون او تكون مؤزية للبشرية طب ازاي نمنعهم ان او يبقى في حد فاصل بين الاستخدام الجيد للذكاة الاصطناعي في هذه الامور وبين الاستخدام السيء او يعني المؤزي للمستخدمين في مواسيق للذكاة الاصطناعي وفي العالم كله بتكلم في الموضوع ده 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 وفي مواسيق للذكاة الاصطناعي طلعت في اوروبا وفي حاجات بتناقش في الولايات المتحدة ومصر طلعت ميثاق لاستخدام الزكاة الصناعي المسؤول وفي البرمجيات بيتضمن ايه بيتضمن اشراف الحكومات على التطبيقات اللي موجودة ده على ارض الاراضي الدولة وبالتالي انت هنا تقدر تقوله هنا ده ده الاستخدام ده سيء وده حصل مع جوجل وحصل مع فيسبوك في اوروبا وهو شركة ميتا اللي هي ملكها مارك زكربرج اللي هي منها الفيسبوك والانستجرام والحاجات التانية والواتس طبعا كان فيه مقبل مرحلة الكورونا كان فيه تطور كبير جدا هما كان مارك تكلم عنه لكن ما شفناش ده تم يعني هو كان المفروض يفترض انه خلال سنتين ده هيحصل مفروض انه كان حصل من سنة ولا سنتين فاتوي لكن ما حصلش وهو فكرة استخدام التقدم التكنولوجي ده او الميتا ده فيه مبدئيا حاسة اللمس والشم متافيرس متافيرس اللي هو البناة ده ما يحس باللمس والشم يعني مثلا اذا هو يبقى لابس النظارة وشايف البحر يقدر يلمس البحر بقديه فهشعر ان ده اتبلت ميا ويدخل مطعم براقي كده في العالم فيشم ريحة الأكل هل ده ينطبق عليه الكلام الحراك بتقوله ان هو مش كل حاجة ينفع تتعامل اللي هيعملوها مش كل حاجة طبعا ينفع تتعامل اللي هيعملوها وموضوع الميتافيرس ده هو كان طالع او بيتم الاستثمار فيه بشكل كبير ان هو عايز يوجد يعني خلينا نبصولها من وجه نظر اقتصادية يعني الموضوع على فكرة هو الاقتصاد هو اللي بيحرك هذه المنصات فاحنا كان نوصل الميتافيرس والممصات لأكبر قدر من التشبع يعني عدد مستخدمين كبير جدا وما فيش حاجة جديدة ما فيش هدف ابعد او فيجن او رؤية يوصلوا لها فهم طلعوا بموضوع الميتافيرس ده اللي هو هيبقى فيه النظارات والنظارات دي هتدخلك في واقع افتراضي زي فيلم افاتار والافلام الشبيهة لكن مع نهاية عام 2022 ودخول الزكاة الاصطناعية التوليدي والاعلان عنه وانه عمل طفرة كبيرة ديت بدأت اسهم الكلام عن هذا الموضوع تتراجع للزكاة الاصطناعية لأنهم شافوا فيه ده الترند الجديد اللي ممكن يعمل الطفرة الاقتصادية اللي هم منتظرينها ذلك حضرتك ما تلاقيش الكلام ده الناس بتتكلم فيه دلوقتي لكن تعال نبص بقى على الارض الميتافيرس وتطبيقاتها بالنظارة اللي حضرتك بتتكلم عليها بصرف النظر عن موضوع الشم واللمس والكلام ده ده له تطبيقات اقتصادية رائعة جدا في مجالات التعليم في مجالات الطبية في مجالات كثيرة جدا في برامج التدريب والمحاكاة وتدريب الفني الموضوع الميتافيرس ده على أعلى قدر وهو تعاون مع الشركة العالمية مارك زكار بيرجي تعاون مع الشركة العالمية في موضوع النظارة لكن مش بنفس السكة اللي احنا كنا نتكلم فيها اللي هستخدمات أخرى استاذينك ناخد ساذا سندي من طنطة أهلا بيك أيوة صباح الفل صباح النور أهلا بيك تفضلي سؤالك سؤالي هو لو المجرميجين دول يعني بيشوفوا المتاتب بتاعة المسجر أو المسجر أو الضغط كده بيشوفوها آه طب شكرا شكرا يا سندي سندي خايفة بتقولي يعني بيشوفوا الرسائل بتاعتنا وكده والحاجات دي كلها وبرضو عايزين برضو دكتور معايش وضحها أنت لأن أنا حضرتك أنا لما بيجي وضحها مش هتبنى هم بيفتكروا الناس أن هم بيقلقوا حد بناء آدم قاعد بيقلب الرسائل يعني مفيش كلام ده خالص وبعدين كمان كل الطبيقات دي دلوقتي بحكم القانون يعني الترند العالمي في التكنولوجيا كلها مشفرة البيانات مشفرة من شخص إلى آخر وبالتالي صعب جدا أنه هو يعني لكن الزكاة الإصطناعية ممكن يطلع عليها لأغراض تسوقية مالهاش علاقة بفكرة يعني ياخد رسالة يوريها لابويا مثلا لا لا خالص وما يكونش عارف أن فلاني هو اللي قال الحاجة دي إنما بشوف النمط بتاع الشخص ده إيه اللي بيحبه اللي بيكرهه وها كذا فكرة التشفير بوجود طبعا على كل برامج لكن بعض ساعات بتبقى فيه يعني هما بيدوا المنصات دي تلحقوق لبعض الدول ولبعض الجهات القانونية إن هي تقدر تدخل وتتطلع لو في حالة يعني حدوث جرائم أو ما شابه إنما ما عدا ذلك بيكون فيه تشفير كامل طبعا للبيانات بس النهاردة الشات جبتيه في إطار التطور الزكاء الاصطناعي برضو تفرق كبير يعني تفرق كبير وعايز أقول لحرارك إنه هو مش بيقدم مجرد معلومة يعني يعني جوجل مثلا بيقدم معلومة يعني مثلا لو قلتله فلان بيعمل فلان ده مين هيقول فلان ده فنان وعمل كذا وعمل فيلم اللي هي المعلومة نفسه يعني مش شرطة كون أنا اللي كاتب الأفكار لا هو عارف الشخص بيتبنى أفكار إيه وبيتكلم في إيه ورؤيته ناحية الأضايا إيه وبيكتبها جابها من يم ما عرفش لا هو من البيانات هو الفكرة برضو تاني في تشات جي بيتي زي ما احنا كنا بنتكلم كده على المنصات هو المنصات بتجمع البيانات وبتخلي زكاة الاصطناعي هو اللي بيدي المقترح تمام في تشات جي بيتي عملنا إيه خدنا البيانات بس خدناها من أين بقى من جميع الانترنت احنا عملنا كده كاننا عملنا دونلودينج للانترنت كلها وحطناها لمحركات الزكاة الاصطناعي وبالتالي محركة الزكاة الاصطناعي ده بقى أتعلم عن نجيب محفوظ عن شكسبير عن كل الكتاب العظام وبقى عنده كل المؤلفات بتاعتهم وبالتالي يقدر أن أنا أجي أطلب منه ألف لي رواية مثلا من زي روايات نجيب محفوظ أي رواية من روايات نجيب محفوظ بس عدلي فيها كذا وكذا وكذا وحطها لي مثلا في رومانيا مثلا أو في ألمانيا خبال حضرتك فهو يقدر أنه ياخد عن طريق أنه يحافظ النمط بتاع نجيب محفوظ أنه يعمل هذه الرواية وعارف طبعا النص بتاع الرواية هو يقدر يعمل عملية التعديل بما يوافق ألمانيا ويوافق الطلبات اللي أنا طلبتها وممكن أغير في الشخصيات وبالتالي أنا ممكن أخلق محتوى جديد توليدي ذلك هم نقول عليه الذكاء الصناعي التوليدي أخلق محتوى جديد عن طريق البيانات الأديمة اللي كانت موجودة بل إن إحنا بقى فيه مسابقات ثقافية معمولة في دول أسيا اللي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأليف تأليف الروايات والأشعار وخلافه وبقى هنا دور الشعر والمؤلف إنه هو إزاي يطوع هذه الأداة في إنه هو يطلع حاجة جديدة مبدعة ومبتكرة فإحنا هنا كمان دخلنا فيه في منطقة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده وبقى فيه حاجة اسمها طبعا دلوقتي الفنون الرقمية الرسم وكل الأنواع الفنون الرقمية بأشكالها المختلفة قائمة على موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي إحنا الذكاء الاصطناعي هنا بيفتح مجالات وبيفتح يعني أفاق جديدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى مش بس إن هو بيحلله أو بيديك المعلومة المناسبة اللي حضرتك بتبقى خدم هو بقى مبدع يعني مثلا شفت إزاي بيعمل المونتاج هو اللي بيعمل المونتاج مفروض الراجل اللي بيعمل المونتاج ده المونتير ده شخص قاعد يتعلم ويعمل وبتاعه فيه عنده حتة إبداعية كمان يعني خاصة بيهو نهاردة فيه برامج هي اللي بتمنتج طب هو عارف مين أنا عايز أقطع هنا ولا أقطع هنا ولا لأنه هو حصل له الزكاة الصناعية هنا بيحصل له عملية اسمها عملية التدريب إن احنا بنضربه مين اللي بيدربه بناء آدم اللي هو المونتير ده اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه بييجي يقعد قدام الجهاز الكمبيوتر وبيقوم بعملية المونتاج بشكل كامل ويكون الزكاة الصناعية بيرائب هو بيعمل إيه ومع توفر بيانات عن عمليات المونتاج على نطاق واسع بيبذكاة الصناعية اتعلم إن هو يعمل المونتاج وبالتالي يقدر يعمل المونتاج لوحده فهو قائم برضو على الجزء البشري إيه البيانات اللي أنا دخلتها له كل موفر له بيانات كتير وبيانات دقيقة كل ما يبقى عنده قدرة على الإبداع والإبداع زي ما حضرتك بتقول لذلك عودة للكلام اللي حكونا بنتكلم عليه في الأول المنصات هما ليه بيعملوا كده علشان لازم يوفره بيانات لازم يوفره كل ما يوفر بيانات يقدر إن هو يديك نصايح صح يديك محتوى مظبوط تاني استخدام أو تالت استخدام من الاستخدامات الأشهر للمنصات هي الوصول للنيوز الأخبار والوصول الناس بتتكلم عن إيه عايزين نعرف رأي العام بيتكلم عن إيه طب هو هيعرف الكلام ده إزاي إلا لو بيجمع بيانات عن المستخدمين وسلوكهم هما بيقروا إيه وبيحبوا إيه وبيفكروا إزاي طيب أخيرا لازم أسأل حلويتك إزاي أخلي بالي كيف أحمي نفسي من كل هذه السوشيال ميديا الموجودة حولي طبعا مش هقدر وما نقدرش نستغنى عنه يعني إنجاز ممكن نستغنى يومين ثلاثة حاول كده ضغط على نفسه روح عند البحر وهصيف يومين فأقول لأ ما فيش لكن بشكل عام لأ ما نقدرش نستغنى لكن أخلي بالي إزاي ومن إيه هو من المفترض أن استخدام السوشيال ميديا يكون يعني مش أن أنا كل يوم باستخدم السوشيال ميديا أقول أصلا في المكان الفلاني أصلا بعمل كذا أي في ناس استخدامها للسوشيال ميديا مبالغ فيه كل ثانية في حياتهم يا إما صورة يا إما بوست يا إما حاجة بيوصفوا بيها اللي جرى بيوم النهاردة وهكذا وبالتالي ببقى فيه على السوشيال ميديا بروفايل متكامل عنهم بصورهم بكلامهم بأفكارهم وهكذا مع الوقت لو هو يعني تحول إلى بابلك فيجر أو شخصية عامة ممكن ده لو كان له أراء مش مناسبة أو حاجة ممكن تعمله مشكلة إنما هو لو شخص غير مستهدف شخص يعني عادي مش هبه فيه أي مشاكل يعني إلا المشاكل بقى لو هو مش مهتم بالأمن السيبراني بتاع الحسابات بتاعته وبالتالي ممكن حد يقدر ده موضوع تاني إنه إحنا لازم يكون عندنا استخدام آمن ورشيد لمنصات التواصل الاجتماعي في إيه اللي بنخطه عليها إيه المحتوى اللي بنعمله بوستنج عليها طبيعة فيه ألعاب بتقوم ظهرة على السوشيال ميديا يقولك مثلا لو أنت دست هنا هيقولك أنت بتحب أنني نادي أو هو هنا لما بيخليك تدوس أعرفك شخصيتك أو يعرف شخصيتك هو أنت حضرتك لما بتدوس هنا هو بياخد كل البيانات اللي موجودة عندك وبيعمل لها شيرينج مع جهة تاني طب أنت ليه تعمل كتا صحيح إذا محتاجين بس لا فكرة يعني الاستخدام ولكن بوعي ضبط أنا بشكر حضرتك جدا نورتنا دكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحاول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة نورتنا جدا شكرا شكرا هنخرج لفاصل ونرجع نتكلم إزاي نعمل تمارين رياضية بسيطة في البيت تقلل الضغط شوية وتقلل الكوليسترول بعد الفاصل اشتركوا في القناة